قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من المنطقة الشمالية في قطاع غزة وبقي فقط في أطرافها الغربية مع ثبات المقاومة في مواقعها وقد جاءت تصريحات حمدان خلال مؤتمر الصحفي عقده في بيروت العدو انسحب من المنطقة الشمالية وبقي فقط في الأطراف الغربية منها أقصى غرب بيت لاهيا وهو يتحدث هذا جيش الاحتلال يتحدث عن دخول المرحلة الثالثة ويقول للقيادة السياسية أنه قد أنهى عمليته العسكرية فماذا عن اليوم التالي هذا الانسحاب يأتي في ظل وجود قوات المقاومة في مواقعها ونؤكد هنا أن قوات المقاومة بخير في اللواء الشمالي وفي لواء غزة